ومعنا سواري إسماعيل إعلامي في منظمة أمل للإغاثة والتنمية من إدلب سعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخيرات يا أهلا سعد صباحكم كان في حصائية عن عدد السيدات اللي استفادوا من هذا المشروع؟ بالتأكيد كان عدد المستفيدات عندنا تدريب الخياطة كان حوالي 49 مستفيدي تدريب حياكة الصوف بحدود الخمسين تدريب التطريز 40 مستفيدي هاي بمركز إدلب حلو طب شو المناطق اللي تم تخطيطة بهذا التدريب وشو أكتر التدريب عم تقبل عليه السيدات بشكل عام؟ لق من ناحية المناطق كان منطقة إدلب مدينة إدلب والمخيمات يلي حولها مدينة كفر تخاريم والمخيمات اللي حواليها مدينة حاريم والمخيمات اللي حواليها أكتر تدريب كان مرغوب أو مطلوب هو تدريب الخياطة طب السيدات كان عندهم خبرة مبدئية مثلا بالإخياطة أم لا بدأوا من الصفر هناك بعض النساء بدأوا من الصفر بصراحة في بعضهم كان عندهم خبرة بسيطة وطوروا خبرتهم ونموها سهير أداء تحسي اليوم أنه في فعالية لنظام المجموعات داخل المخيمات بدعم النساء وتدريبهم كان نظام المجموعات في المخيمات هو عبارة عن فئات كل مخيم كان فئة أو فئتين لك التدريب التدريبات مثل التطريز أو الحياة اليدوية الصوف وغيره فهي الشغلة خلتهم يندمجوا مع بعضهم صار فيه ألفي صار فيه علاقات اجتماعية أكتر صاروا قادرين على حل مشاكلهم والاندماج بالمجتمع أكتر فيما هنطلبت منكم أنه يتم تدريبهم عالية وما كانت موجودة نحن دربنا أكتر من مجموعة هاي آخر مجموعة كان الصوف والتطريز والخياطة من قبل كان في تدريب الحاسوب مهارات تصفيف الشعر كان في صناعة الحلويات فتقريبا أخذنا أغلب المهن أو الحرف يلي طلبوها حلو طيب هلأ أكيد هذا يعني باركة جهودكم أكيد موضوع كتير مهم ولكن الأهم هو دعم هؤلاء السيدات بعد التدريب لحتى تقدر كل وحدة من هنا يعني يعملوا مشروعهم الخاص هل في دعم لهؤلاء السيدات نحن نحن لدينا تحسين الوضع الاقتصادي ما كان هو الهدف الأساسي أو الأقوى بقدر ما كانت هاي التدريبات طريق أو وسيلة لدخولهم لسوق العمل لحتى يواجهوا الظروف بأنه عندهم المهني أو عندهم الحرفي اللي نموها أو طوروها بحيث أي ما سمحت لهم الظروف أنه يكونوا قادرين على الدخول فيها قد تقريبا صار لمخلص الدورة قريب نص شهر نص شهر يعني هل بدأتوا تدريب لخياط استمر مدة شهرين شهرين والتدريبات الباقية لمدة شهر كل تدريب شهر بدأتوا تلمسوا النتائج خلال هاي التدريبات طبعا كان فيه جلسات دعم نفسه كان فيه جلسات توعية هو بصراحة مجرد تجمع السيدات مجرد تجمع السيدات بهيك أماكن كتير بيعطيهم يعني مجرد الحديث وفتح حوار مع بعضهم كتير بيعطيهم دعم أكيد يعني بغض النظر أنه أنتوا يعطيكم العافية أكيد عاملين مجهود بما يخص الدعم النفسي طيب بدأت نتائج تظهر من خلال هاي المشاريع يعني فيه سيدات بدأوا يعملوا مشاريع خاصة لهم هلق بشكل فعلي لسه ما انطلقت هاي القصص بس فيه أغلبيتهم عم يشتغلوا هاي المواضيع فيه عندنا مستفيدات مثلا نشتروا ماكينات الخياطة عندهم القدرة نشتروا ماكينات الخياطة وبدأوا بشغل فيها بس استاتهم يعني كمبتدئين طيب سهر هلق شو الجديد فيه مشاريع جديدة قادمة بخصوص التدريب تدريب السيدات أو ما شابه حاليا كان هاي اخر المشاريع او اخر التدريبات اللي قمنا فيها بسبب انتهاء المشروع بالمنطقة حاليا متأملين ان شاء الله يكون في مشاريع قادمة وتدريبات أوسع وتشمل سيدات أكتر شكرا كتير لإلك وكل التوفيق للكونسور اسماعيل العلامية في منظمة أمل الإقاطة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك